كثفة ومعبرة عن طبيعة الوضع اللي عشناه خلال الليلة الفائتة كانت بالفعل أوضاع لم تشهدها بغداد أصعب الحروب هي الحروب الأهلية لأنه حروب صعب تحدد بها من الخاسر ومن الفائز وأعتقد يمكن الرسالة وصلت للجميع بأن الأخوة في التيار الصدري قدروا أن يستلمون زمام الأمور في كل المحافظات وقسم كبير من مناطق بغداد باحتلالهم الكثير من مؤسسات الدولة واستلاءهم على العديد من المقارات الأحزاب السياسية وحتى مقارات الحجد الشعبي لكن ما الرسالة من من لمن؟ الرسالة وصلت من التيار لمن؟ الرسالة وصلت من قبل الصدريين إلى كل مؤسسات الدولة ولكل القوى السياسية بما فيهم الإطار التنطيقي اللي كانت خسارة كلش كبيرة جراء الأعمال اللي صارت أمس لكن المناشدات والوضاع الصعبة والموقف الدولي كلها طالبت السيد الصدر بضبط النفس والعودة إلى الحوار والدعوة إلى وقف النزيف الدم فأعتقد اليوم مبادرة السيد الصدر وقفت حمام الدم فعلي ما بين المبادرة السيد مقتضى الصدر بضرورة تنهاء المشهد الذي حصل في المنطقة الخضراء وبيان الإطار التنسيقي كيف تقارن بين الاثنين؟ كمواقف ومبادرة السيد الصدر يجب أن توصل للجميع بما فيهم الأخوة في الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي هو الخصم الكبير إلى السيد الصدر